لأن علماء العصر أجمعوا على أن فوائد البنوك الربوية أصلاً اسموها بنوك روية وأصلاً هي تقوم على الربا هي أصلاً تقوم على الربا interest وما إلى ذلك ومعروف هذا الأمر وأنا درست أيضاً في الأول درست علوم الإدارة الاقتصاد فدرست هذا الموضوع فهي فعلاً قروض رووية وهي فعلاً قروض تصبح أضعافاً مضاعفة في النهاية فكيف يقول إنها لا حرج فيها وإنها مقابل الوقت ودعين ما قاله الناس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلى كما يقومون الذين يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هو نفس الكلام وأما ما ذكره من أن الآية نزلت في ظروف معينة فكأنه يقول إن القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان ثم هو أخذ آية واحدة وترك أبواباً من أبواب الفقه الإسلامي التي ذكرت فيها أحاديث كثيرة في أحكام الربا وتفاصيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر